تبادل وزيراء خارجية السعودية وإيران الاتهامات بالتدخلات السيئة في الشرق الأوسط خلال مشاركتهما في منتدى متوسطي في العاصمة الإيطالية وقال وزير الخارجية السعودية عادل لجبير أمام منتدى حوار المتوسط إن الإيرانيين أفلتوا بجرائمهم في المنطقة والعالم كما أكد أن إيران راعي رئيسي للإرهاب في العالم منذ عامه 79 وأنها تؤوي وتسهل حركة الإرهابيين وأسست حزب الله في لبنان وتستخدمه لتبيض الأموال وتهريب المخدرات وكانت إيران قد وجهت انتقاداتها الخاصة أولا مع قول وزير الخارجية محمد جواد ضريف يوم الخميس إن السعودية دعمت ما يسمى بالدولة الإسلامية على أمل الإطاحة بالنظام السوري خلال ثلاثة أسابيع وقامت كذلك بحصار قطر وحاولت إجبار رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري على الخروج من منصبه بكل اشخص المعيش في الوحيد ما يسمي في التقليل المهمة من منصبه إن أ выступل الأموال اليوم فقط